قمنا اليوم طبعا بزيارة إلى ميدانية وموقعية إلى المستشفى الأمريكي المنجز حديثا طبعا والخاص باستقبال جرح محافظة نينوى بعد بدء عمليات التحرير طبعا كان برفقتنا الأخ دكتور ليث حبابة وكذلك وفد طبي آخر طبعا تم استقبالنا من قبل إدارة المستشفى من الكادر الأمريكي طبعا ورأينا هناك خدمة طبعا طبية متقدمة وتطور في التقنيات في إجراء العمليات الجراحية خاصة حالات طارئة أثناء تواجدنا طبعا رأينا عدد من الجرحى المصابين بإطلاقات نارية مدنيين كانوا طبعا من قبل إرهابي داعش الذي بدأ يستهدف المدنيين عشوائيا بالمفقخات وبالقنص وبالهاونات هذا المستشفى طبعا برأينا أنه سوف يقدم خدمة طبية متميزة ترقى إلى الخدمات في المراكز الطبية المتقدمة في أمريكا حقيقة ويسع هذا المستشفى الميداني إلى خمسين سرير أو خمسين مريض يستطيع أن يستقبل في نفس الوقت وهناك صارتين عمليات متطورة ومجاهزة بكافة التقنيات الطبية الضروري لإجراء هكذا عمليات خاصة إصابات الحبل الشوكي إصابات الدماغ والإصابات الأخرى المعقدة طبيعي نحن نأمل بأن هذه البادرة تكون بداية لإعادة تأهيل مستشفياتنا في محافظة نينوة ومن أجل إرجاع المنظومة الصحية والتي تعمد إرهاب داعش ومجرمي داعش بأنه يتبع سياسة الأرض المحروقة ويدمر البنى التحتية في محافظة نينوة وخاصة المؤسسات الصحية نحن فريحين بمشاهدتنا الميدانية لهذه الخدمة رأينا كاذر طبي متقدم جدا من مختلف الاقتصاصات وهم طبعا يقدمون خدمة وهم طبعا معروفين بجديتهم بالعمل وكذلك ونأمل بأنه أن أطبائنا من محافظة نينوة من دائرة صحة نينوة أن هذه فرصة طبعا لهم بأن يتم الاستفادة من هذه الخبرات الآتية من الولايات المتحدة والتي تقدم خدمات طبية متميزة لكافة أهالي نينوة بدون استثناء اشتركوا في القناة